موسيقى الرابع صباحا الواحدة بتوقيت جرينيتش مجز اغباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد مصدر الرفيع المستوى انه لا صحة اطلاقا لما تناولته وسائل اعلام اسرائيلية حول وجود اتفاقات او تفاهمات مصرية مع اسرائيل بشأن محور فلاديلفيا واكد المصدر ان كل تلك الادعاءات تأتي في اطار سعي الطرف الاسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة كما اكد المصدر رفيع المستوى ان مصر اكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من محور فلاديلفيا كما اكدت المصدر ان مصر اكدت ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن اعادة تشغيله مرة اخرى نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تداولته تقارير اعلامية عن اقلاع طائرة استخبارات امريكية من مطار شرب الشيخ بهدف تنفيذ طلعات استخباراتية ومسح فوق الحدود الفلسطينية المصرية واكد المصدر ان مثل هذه التقارير عارية تماما عن الصحة ومحضو اكاذيب شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الافريقي والذي انعقد في العاصمة اكرا بدولة غانا على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية النباد والقى مدبولي كلمة خلال البند الخاص بدور النباد في تعزيز التكامل الاقليمي والقاري تحت مظلة اجندة الفين ثلاثة وستين حيث اكد مدبولي التزام مصر باستمرار التنسيق مع الاشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالاجندة الافريقية قدما وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والاقليمي بما في ذلك عبر تحقيق اولويات الرئاسة المصرية للنباد خلال الفترة القادمة واشار مدبولي الى ان اولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد تتضمن الى الاهمية لجهود حجد الموارد المالية في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للقارة كما اكد مدبولي استعداد مصر للعمل بكل جهد واخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية الشقيقة ودفع معدلات التنمية في دول القارة بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها اعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بدأ التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة حول ملف التنمية البشرية في مصر جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي اقيم في مهرجان العالمين بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عمر الفقي كما قال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار قال ان الوزارة موجودة في مهرجان العالمين لتقديم الخدمات العلاجية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وخلال مؤتمر صحفي اقيم في مهرجان العالمين اشار عبدالغفار الى ان وزارة الصحة تستعد لتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد تطبيقها في ست محافظات اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية وفي خطب له نشره على منصة اكس قال بايدن انه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته وانه سيتحدث الى الامة في وقت لاحق هذا الاسبوع بشأن قراره مشيرا الى ان قرار الانسحاب من السباق الرئاسي جاء لاعتقاده بانه من مصلحة الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة اعتبر رئيس مجلس النواب الامريكي الجمهوري مايك جونسون انه يتعين على الرئيس جو بايدن لاستقال فورا بعدما اعلن الاخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه وجاء في بيان لجونسون انه اذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا وعليه ان يستقيل فورا انتهى المجزء الاخباري وللمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابيل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو اركود الظاهر على الشاشة نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة هذه تحياتي عمر شهاب في امان الله